طيبا نتكلم في الفيديو ده عن نكمل أستيات الورد احنا تكلمنا طبعا ازاي ان انا افتح ملف ازاي ان انا ممكن اصطب برنامج الوفيس او ان انا اصلا ممكن استخدم برنامج الوان درايف او جوجل دوكمنت لو مش عايز ان ازل الوفيس عندي خالص واشتغل ونلاين او على النت يعني ممكن عرفت ازاي ان احنا نفتح ملف جديد او ان انا اعمل سيف للملف او احفظه يعني او ازاي اتعامل مع تنصيق الملف وازاي اعمل ادراك للقوائم او هناخد في الفيديو ده ازاي اتعامل مع والتابلز والشاب وحاجات تانية غدنا نبدأ حاجة حاجة افرد مثلا انا عايزة انسيرت صورة بروح على التاب بتاع انسيرت وبقول انسيرت بيكتشر بختار البيكتشر اللي انا عايزها افرد مثلا افرد مثلا حاجة زي كده بختار الصورة وبتك انسيرت تاني بعمل انسيرت بكتشر وبروح للمكان اللي انا عايزه مثلا في اي مكان انا عايزه هنا افرد مثلا كنجوة سي بختار الصورة اللي انا عايزها وبعدين بعمل انسيرت الصورة اللي ما بيجي لي بيبقى عايزة ان انا اكبرها او اصغرها على حسب الشرح بتاعي فممكن اصغرها خالص كلها او ببقى عايزة ان انا اصغرها بس اكبر الويتس بس عايزة او الويتس هو اللي اتحكم فيه ان هو يكون كبير على حسب انا بعمل ايه او اولا عايزة اكبرها بردو عادي بس انا بس اعايزة ااوري ان انا ممكن ان اتحكم فيه في Dimension واحد بس او في جانب واحد بس قدت الصورة ممكن اعمل فاها ايه بعمل عليها طبال كليك بس كدة بتاكمروتين يعني وبعدين نجي لي اختار اي حاجة من دول ان انا ممكن اغير الفرمات بتاع الصورة او البوردر بتاع الصورة اختار حاجة زي كده لان الصورة اتعمل لها اطار بشكل معين ممكن مثلا أخطار حاجة زي كده أتلاقي دي شكلها برضو كويس دي إزاي بتعامل مع الصور بنحتاج نحن نضيف صور على عشان نوضح الفكرة بتاعتنا عشان الصور بتلخص حاجات كتير يعني طيب ممكن نعمل إيه تاني ممكن إنسرت تابل إن أنا أحط جدول عندي في الصفحة أي جدول بيبقى له عدد صفوفه عاد أعمدة العمدة اللي هي دي ده عمود وده عمود اللي هو كده اللي هو نزلين رأسي كده وبعدين ده عمود طيب يفرض مثلا عايز عمودين فبعمل ده وده طيب لو عايزة كم عمود كم صف ده صف ده كده صف وده صفين وده ثلاثة وده أربعة من الآخر يعني مثلا عايزة عمودين يعني مثلا عمودين واربع الصفوف مثلا كده اخترت حاجة زي كده ممكن نعمل إيه في الجدول ممكن أن أنا يعني أتحكم فيه فيه النواة الواسع والحجم بتاع الخليجة يعني ممكن أن أتحكم فيه زي ما عايزة افرض مثلا نكتب هنا واحد وهنا اتنين وهنا ثلاثة ودي اسمها الاندكس أو الترقيم أنا سمها بالعرب عادي الترقيم مش مشكلة وهنا الاسم أحمد محمد مالك ممكن أعمل إيه في الجدول ممكن أن أنا أضيف صف جديد انسيرت ممكن انسيرت عمود جديد اختار مثلا الدرجة ده جايب عشرة وده جايب عشرين وده جايب تلاتين طيب ممكن أعمل إيه ممكن أضيف صف فكرت أني فيه حد تاني ما أضفتولوش درجة فنقول مثلا عمر عمر ده جايب مثلا أي درجة خلانا أقول خمسة وعشرين تمام فبعمل كليكي مين على الحاجة اللي أنا عايزة أضيف تحتها وبعمل كليكي مين انسيرت روبلو تاني انسيرت روبلو فبعمل لو أنا ضفت صف وكنت عايزة أمسحه فممكن أعمل كليكي مين دليت دليت عايزة دليت الصف ولا العمود عمزة دليت اللي يرو بيمسح لي واحد عايزة دليت ده كمان كليكي مين نسيرت سور دليت دليت زي انطير رو أو الرو كله طيب كن نعمل نفس الفكرة معنا عمزة كليكي مين كليكي مين انسيرت كولم واجهة عنده كولم عايزة أعملوا دليت كليكي مين دليت دليت مين دليت زي انطير كولم أوكي مسحة الصف ومسحة العمود وعملت انسيرت الصف وانسيرت العمود ممكن أعمل ممكن أغير الفورمات بتاع الصف تايبل كليكي مين تايبل بربيرتز أغير فيه وأختار مثلا بربيرتز وقل له أنا عايزة البوردر بتاعي يبقى لونه أي حاجة أحب أوكي أوكي بقى لون الإطار أحب طيب أنا حاسة نوم الظهر فهو أكليك كبير وتبقى بربيرتز وأختار نفس الحاجة بس أكبر دي فالله حاجة زي كده الويتس يعني بتاع بقى كبير ومن عايز غير البكراوند أو الخلفية عمل تبقى بربيرتز وقدر نشيدنج واختار مثلا الخلفية تحت نقول لون تاني عشان يبين أصفر تمام ده إيه ده إزاي بتعمل مع الجدو فممكن تضيف خلية تضيف صف جديد أو تمسح صف جديد تضيف كوء عمود أو تمسح العمود وممكن أن أنت تغير البوردر أو الفورمات بتاع التابل ممكن نعمل إيه كمان ممكن أننا خلينا نعمل insert كده insert خلينا insert هنا insert وكتب مثلا هنا أن دول كلهم أبناء حد واحد مثلا حسين هنا فأنا بس أخط لو أنا مثلا عايزة أعمل دمج خليتين ما بعد دمج يعني أخليهم حاجة واحدة بعمل يبقى الاسم أحمد حسين محمد حسين ملك حسين وعمر حسين ده لو أنا عايزة إيه أقول أن أنا أخلي اسم الأب الواحد واسم الابن الواحد بس دول كلهم هما الاسم أوكي مثلا يعني فأعمل merge إذا click mean merge click mean merge طبعا هم مش هزهر للمرج لأن أنا بختارة خليها واحدة لكن لو اخترت خليتين مع بعض يبقى فاهم أن أنا عايزة أعملهم merge تمام طيب لو عايزة أعمل split الدرجة دي نفسها عايزة أعملها split click mean split عايزة تعمل split مثلا كده ظهر لي split يعني إيه يعني أنا عايزة أخلي الحاجة دي تبقى حكتين طيب لو عايزة أعملها split لأربعة ممكن click mean split وعملنا لها click mean split لأربعة وقعت أربعة درجات مثلا عربية إنجليزية علوم ما عاربش إيه متبر يعني أنا بعمل الموضوع كبير أو صغير يعني بس ده زي بتعامل مع الجدول وأكيد طبعا لو عايزة أعمل insert اللي بعدها split اللي بعدها split برضو عايزة بس دي فكرة الـ split يعني دايما بحتاج أنه نعمل split لكل خلية وكل جواست يبقى دايما حاجة معايينة عايزة 하는데 split فأنا أعمل لهم كلهم تلوقتي سبلت هذه فكرة السبلت يعني في حيث أنا ممكن أعمل كلها من زي جديدها من الآخر بس أنا السبلت دائما أحتاجها في خلية واحدة أو اثنين بس أنا بس أريد أن أضع لكم الفكرة سبلت ستلاقي مثلا دي نسميها عربي مثلا وبعدين بنحط هنا درجة أي حاجة تانية انجليزي مثلا انجليزي تمام تكتب بعض درجات وكذا ده إزاي بتعامل مع الجدول في ملف الورد ممكن نعمل تاني ممكن نسرت شيب شكل هندسي يبقى انسرت أقول له شيب شكل هندسي أنا عايزه فلنفرض مثلا خلينا أقول نسلس نقطة دي بس أب دي كده ده شكل هندسي واكتب مثلا قطرة مياه تساوي حياة قطرة مياه تساوي حياة يبنى يبنى كنت بعمل مثلا موضوع عن المية وبعدين لقيت ان انا دي حاجة كويسة ان انا اعمله على هاية شيب يعني شايف انا نختر لون ازرق اه انا شايف انا الخلفين نفسها تبقى ازرق انسرت و طيب اللي بنقدرها بعدين بس ده انسرت ايه شيب لو عايز انسرت شيب تاني من الحاجات الجماده اللي بحبها اللي هو كده اه تمام ممكن اه دلوقت انا خلطرت اكتر من شيب وعرفت ازاي انا ممكن اكتبه ممكن اكتب جوا كده يعني كليك يمين ادي التكست بقول له مثلا اضحك مثلا اضحك او انا اتمنى ان ركب مرة اخرى اي حاجة لموه على السلامة مش عارف ايه اي حاجة اه عايزة بقى اغير الشكل ده مش عاجبني الازرق مش عاجبني الاسود اعمل ضبك كليك كده اعمل ضبك كليك على الحاجة بتظهر لي اه اختيارات اه ممكن اختار الازرق خليني بحاجات ازرق ان ده مية والكلام اختار له لون اه خليني اختار له لون اسود عشان يزهر اسود ما بيفهمنيش مش مشكلة اه طيب خليني اغير اللون ده عشان اتأكد ان هو بيفهم ما ده اهو برطقاني تمام كده طيب وده نختار له اي لون تاني اه اسفر اوكي طيب ادي احكا سفره جميل جدا اه لو انا عايز اغير مش الشكل بس عايز اغير الاوتلاين يعني عايز اغير الحدود بتاعته اهي ممكن اختار كده اعمل طبك كليك واختار اتشينج اوتلاين خليه اسود هتلاقي الاسود ده زهر يعني فيه على الحرف كده زهر طبعا لو مش متأكدين لو مش فاهمين ده ممكن اخليها بلون تاني عشان يبين اه اه اغدر ببقى فيه اغدر على الحرف ده برضه ممكن اغير اخليه اغدر برضه عشان يبين فيه اغدر ده هتلاقيه اه طيب اه 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 لو ممكن اعمل حاجات تانية اللي هي shape effects اخلي ان الشكل فيه اي اي حاجة غريبة خلينا مثلا نقول rotation عشان rotation بيناوي ممكن ايك على ده واعمله shadow اختار له shadow كده ده بيه shadow بقى على الحرف كده شادو اللي هي زه اللي يعني طيب ده هتزاي هتعمل مع الاشكال الهندسية ممكن تعمله في الصفحة بتاعتي ممكن يعني عايزة عمل ترقيم طب عن حيات كتير احنا بناخد ايه مختطفات لو عايزة عمل ممكن نعمل عايزة ترقيم يكون فوق مثلا top of page اعلى الصورة اعلى الصفحة اعلى الصفحة يمينه لشماله في النصف خلينا مثلا نقول في النصف ولو جيت بسيت كده لاي اللي اتعمل هنا ترقيم والصفحة اللي بعدها لو كنا عملنا صفحة تانية خلنا نعمل enter كده بقى عندي صفحة تانية وفيها ايه ترقيم طب افرد انا كم مكنتش عاجبني الترقيم ده عايزة عمله ترقيم تاني insert مازي خليه bottom وبطم وعلمين مساعدتها هتلاقيه بقى موجود هنا الحتة دي تمام ولو رحت الصفحة اللي بعدها هتلاقيه برضو تحت كده اوكي الحتة دي طيب ده بالنسبة ليه page number مش عارفة قالت مش فاكهة زي كتقات في الفيديو الفاتحة لا بس لو عايزة insert page border او ان انا عايزة احط اطار للصفحة فبنروح على tab بتاع design وبنختار page border طبعا بروح لل tab بتاع هوم او insert او design او كده بيزدع للويندوز بتاعك انت ويندوز ايه او نسخة الورد اللي عندك ايه فكل حاجات دي ممكن تغير لو انت مستخدم نسخة داني لو عايزة اعمل اطار للصفحة بعمل books وبقول له ان انا عايزة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء اختيجة اختر حاجة زي كتقات احسن عشان ايه ببقى باين اوه اوكي ده الإطار اللي أنا قصد علي إن أنا أعمل إيه فيه حاجات تتعال حرب طبعا لو أنا شخص بروفيشنال أو شخص كبير شوية مش عارف إن أنا يبقى شكلي يعني ده للعيال الصغيرة يعني بس لو عايزة أعمل insert page border تكون اللي هو classic أو ما يكونش اختار non D مش عايزها وأقوله ده أنا عايزة اللي هو مثلا أسود والإطار يكون سميك هيعمل لي حاجة زي كده تمام؟ ده برضو لو أنا عايزة أختار التساة تعال مع الورد ده حاجة كويسة ده page border ممكن نعمل إيه تاني تالي كفاية يعني ده الأساسي كان مع الأسيات اللي هو ما يساحش يكون مش عارفة أكيد طبعا فيه page color يعني في حد يقولك إيه طب أنا عايز page color اختار اللي أنا عايز اللون كده يكون إيه من لو مثلا بحسة عن مية فأنا عايز الصبحة كلها تبقى اللون ده طبعا نتربع بالألوان بس دي بقى باللون ده طيب بتعمل وتور مارك ووطا مارك ووطا مارك دي اللي هو أنت عايز كلمة تكتب خلني مسلا أكتب كده إيه ديني فرصة أكتب طيب هو أصلاً ظهر هنا هو كلمة بس أنا أصلاً مش عايزة كلمة كلمة مثلاً عايزة أقول لي اسم أنا مثلاً إيه أعلية ألهام أعمل أكي 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 هتلاقيه ظهر لك إيه ظهر لك إيه إلهامة إنت عايزة تقول إن الحاجات هي دو الشغل أنا أو بتاعي تمامك دا يعني يبقى فيه على الحسب فيه الناس بتبقى عايزة كده أنا سوى عايزة كده على الحسب أنت بتقدم معي أصلاً يعني طيب إيه تاني لو أنا عايزة أعمل print للشغل بتاعي بقى control B واختار انت عايز كم نسخة وتختار انت عايز تعملها تطبع كل الصفحات ولا مثلا البيتش الاولينية بس وعايز تكون هي الحاجات بقى العزلات بتاعة print عايزة تكون وشة وظاهرة عايزة تكون الصفحة تكون فيها خالينا تشوف الاندسكيب يعني يكون كله بالمنظر الصفحة تكون عريضة portrait اللي هتكون طويلة كده زي ما احنا متعودين يعني يزهر لي دي وبعدين دي طيب لو طبعا الprint مش مش شرط ان انا اطبع عشان ما بيش الجهاز مش بتوصل بprint بس هو في الاخر بتتكي على كلمة print يعني بعد ما خلصت العادة انا عايز لعمل عشر نسخ من الملف ده لو فرضنا انت بتسلم لأكتر من حد عادة نسخ عشرة وانت هتتبع الصفحة الاولى بس وportrait وتعمل print تكي على print طبعا لو تكيت على print دلوقتي هيهنج لانه اصلا مفيش print متوصل بس ده العادي يعني لو انت بتتبع عنده حد ولك ما اعرفش تتبع والله تعالى اطبع لانتا فكده هي ctrl b وطبع ممكن تعمل مش ctrl b ممكن تعمل file print تعمل file print وخلص كده هيجب لك برضو ال options و لو كتبت له واحد ماشا لو كتبت له ما كتبت له حاجة خالص هيظهرهم لك كلهم يعني تمام طيب ايه تاني ممكن نقوله في الورد لو عايز اعمل search عايز اعمل search خلص لو عايز اخرج بالمال حاجة دي بعمل ايه طيب بفرض انا كنت كتبت كلام خلين احمد ومحمد ماشا عايز اعمل search على كلمة احمد فبعمل ctrl f ctrl f وبكتب عمر مثلا انا عايز اعمل search على عمر هيورا عامل لي وenter هيظهر لي اعرفش هو بيقول ايه ممكن مفيش search العربي يعني الصبحة كلها صبحة كلها وقول له اعمل لي سيرش عليك على العمر اقول لك سيرش علي اه لا مش تمام لا وقد احنا وقد افكر فده لقى عمر فين طبعا لو انا كنت كاتبع عمر كذا مرة هدي عمر تاني كان هيظهر لي هي موجودة فين عمر هيقول لي هيجيب لي كل الاماكن اللي فيها عمر اتكي كده هيقول لي اتكي يقول لي فوق اوكي لو حصل وانا كنت عايز اربليش كل الناس اللي اسمها عمر ما تبقاش اسمها عمر كان اسمها عبدالسميع اي اسم يعني فممكن مسلا راح عملا كده ريبليس وروح ايلا ريبليس عمر ب مازن مسلا في كم مسلا ما اعلمش مازن العربي مازن اوكي وبعمل ريبليس قول هيمسح لي كل هيمسح لي كل خلاص هيمسح لي كل المازن وهيخليهم عمر كل العمر وهيخليهم مازن تمام ده ده برضو حاجات في الورد يعني بدل ما اتعدى على كل كلمة انت كنت كتبتها غلط حد اقلك مسلا لا ده هي مش مش هي مش بتاعها مش كده فانت كنت كتبت بقى عشرين صفحة تعدى على كل عشرين صفحة لا تقول لي هاتلي الكلمة دي وانا عايز اعدلي تمام واحدة من الحاجات الجميلة برضو في الورد لو انا مثلا عايز اكتب كده اي كلام بقى وعايز اكتب الكلام ده يكون اللي هو التباعد بين السطور وانا ممكن اخد كل ده ويعمل له كوب بتاع سوري وناخد كل كتب سو وعمل له كوب بتاعين عشان ايه بسيبش تاني طيب الكلام ده طف اللي احنا عطوين في النص خانا نخطه كده هو ده كلام كتير يعني افرد ان انت كاتب كلام كتير في ملف بتاعك ومش عارف عايز التباعد ما بين السطور وممكن تعمل كده كليك يا مي تختارهم كلهم وتعمل التباعد يكون كده يبقى 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 التباعد حاجات كتيرة ممكن التباعد يكون صغير تقول كده وبعدين تروح ايليه بس انا عايزي سبيس ما بين ايه ما بين كل حاجة والتاني سبيس بتجي لي اوت واختار اللي هي اند انت ممكن دي ازودها اهي يبقى السطر مالو قابلو كاستباعدو وانا مختار البراجراف كله فهزود سوري هزود البراجراف كله ان انت لما تيجي تكتب اي كلمة بعد كده هتكتب هاي هتكتب هنا مش تكتب تحت السطر تحتها بسطر عطول لا يسيب المسافة دي كلها تمام ممكن لو اخترت السطر واحد بقى بس وعايز تبقى هو اللي ما بينه وما بينه اختار اللي انت عايزه بعدين تروح اقيله ايه معلش اختار البيت جيلي اوت تقوله كده ماشي واختارت كده بيفهمش ليه انا مراش ممكن نعمل انتر اه تمام نفسها وعمل دي بس طيب فانت ممكن شوف انت عايز تعمل مين واتعمل تغير الاسباسنج طبعا احنا نركحها سبرة تانية عشان هذا تصرف غريب اه ايه بقى ال الاندنت اللي هي ده دي الاندنت دي حاجة تانية انت ما بين السطور حاجة وما بين والصطق والصفحة ما بينها وما بين حدود الصفحة حاجة تانية اه ممكن اعمل كده خلينا اقول الاندنت مثلاً ليفت كازا بيه اللي يحصل ان هي بتبعد عن الليفت بمقدار كازا بتبعد عن الرايت بمقدار كازا شايفين ثم ساريتا بقى الليفت أنت صحتا بقى هو بقى من الخطر أحوا ما بين كل واحد بس عملك ايه منت اللي بتقول ده ااااااااااااا فهي كده ايه rik فانا رجحها تاني صفر فانت فيه فرق ما بين اكتباع ما بين السطر والتاني وما بين البراجراف نفسه وحدود الصفحة طيب فيه برضه حاجة جميلة او ممكن تساعد الناس اللي هي تشتغل في البحث لو احنا وصلنا مرحلة البحث يعني هتلاقي ان انا ممكن اضطر اكتب وعايز اكتب الكلام على يعني ايه فاجز كده لو حزرست كده ممكن اعمل بج كده انا عايز اكتب يعني صعب عايز اكتب كده وكده فلو انت كنت لو انت كنت بتكتب مش مشكلة يعني الكفاية كده دي اهم حاجة للتفصيلة دي ان انت عايز تغير لو عايز تخلي الكلام على بتعمل كده بتحتاجها لما تيجي تكتب بيبرز يعني تمام طبعا يعني فيه ناس تقول لك سري بس سري ده ما غريب اول لو انت بتعمل بقى اسموه ايه اسموه بتعمل اعلان بتعمل بروشور حاجة زي كده طيب في حاجة تانية اسمها الوريانتيشن طبعا كل الماترية بتاع الحاجة دي انا انا بقى نسيبها في نسيبها لكوكلينك يعني لو انت عايز تعمل مارجن ممكن تعمل كده مارجن يعني ايه مارجن يعني كده يعني انت عايز خلينا نعمل بس دي تبقى وان انت عايز تخلي الكلام كله بعيدة عن البردر كتير عايز تخليه نورمل او عايز تغيره كده دانارو يعني كده قريب جدا قريب من اللي من الحاجات فاخدنا الغد دلوقتي ازاي تعاني مع الامجز ازاي تعاني مع التابلز ازاي تعاني مع الشيبز الترقيم الزغر البيتجي كولر لو عملت اللي هي الوطر مارك دي اللي انا غير الحاجة للبكراوند وعملت بيتجي بوردر خليها بشكل او بخط والترقيم من جمال فوق تحت اي حاجة وبرضو خدنا فكرة البرينت والسيرش وممكن اعمل ايه تاني اللي هو الوريانتيشن او الاندينت يعني التباعد بين السطور والتباعد بين البراجراف نفسه وحدود الصفحة اوكي دي برضو حاجات مهمة ممكن تفرق ممكن تلاقي وانت بتعمل حاجة بس لازم يكون الفرمات كذا ولازم يكون الايدنتيشن كذا ولازم يعني يكون تباعد الكلام بينها وبين مرحوظوا الصفحة كذا طبعا لازم يعرفين كل الكلام ده تمام ده باختصار الحياة الاساسية في الورد ان شاء الله لاتقابل فيديو تاني ترجمة نانسي قنقر